هي المرة الأولى بعد سلسلة من المناشدات والضغوط اعترفت حكومة ميانمار باحتمال ارتكاب تجاوزات بحق أقلية الروهينجيا المسلمة يأتي ذلك بعد نفيها مرار الاتهامات التي وجهت إليها وقالت إن كثيرا من التقارير التي صدرت بخصوص الانتهاكات مختلقة وإن الصراع في ولاية أركان شأن داخلي الحكومة تعهدت بالتحقيق في مقطع مصور أظهر عددا من رجال الشرطة وهم يعتدون بالضرب على بعض القرويين من مسلمي الروهينجيا في أركان خلال عملية نزع ألغام في الخامس من نوفمبر 22 الماضي في قرية كوتانكوك أظهرت مشاهد المقطع المصور الذي انتشر على مواقع الانترنت يوم السبت الماضي عناصر من الشرطة في زيهم العسكري يضربون شابا أجلس أرضا بالقوة إلى جانب عشرات من القرويين وأيديهم فوق رؤوسهم من ناحية أخرى طالب أكثر من 12 من حامل جائزة نوبل للسلام الأسبوع الماضي مجلس الأمن الدولي بالتدخل لتفادي المأساة الإنسانية والتطهير العرقي والانتهاكات الحقوقية في ميانمار منظمة هيومن رايتس واتش كشفت مؤخرا أن صور الأقمار الصناعية عالية الدقة أظهرت دمار أكثر من 800 منزل خلال نوفمبر من العام الماضي في خمس قرى يقتنها مسلموء الروهينجيا بأركان فيما طالبت الأمم المتحدة في الشهر ذاته سلطات ميانمار بالتحقيق في أعمال العنف وضمان احترام كرامة المدنيين وحمايتهم ويشكل العنف تحديا لأونغ سان سوتي الحائزة على جائزة نوبل للسلام إذ أن هناك كثيرا من الانتقادات تتهمها بأنها لم تفعل شيئا يذكر لمساعدة الروهينجيا المضطهدين في ميانمار ويعيش نحو مليون من مسلمين الروهينجيا في مخيمات بولاية أركان بعد أن حرموا من حق المواطنة بموجب قانون أقرتهم يانمار عام 1982 إذ تعتبرهم الحكومة مهاجرين غير شرعيين من بنجلاديش بينما تصنفهم الأمم المتحدة بالأقلية الدينية الأكثر اضطهادا في العالم